مرحبا اهلا وسهلا فيكن من وين ما كنتوا بتتابعوني اهلا وسهلا بكل اللي بيشتركوا جديد بالقناة عن جد نورتوني بشرفتوني ومشتركين اصلا معي بالقناة انتوا الاصل الله يخليلي اياكن يا رب وما يحرمني منكن ابدا يلا ساوا اهوتكن وحطولي لايك على الفيديو وتعاوا يلا نتفرج على الفيديو سوا اول ما فقت من النوم عملت فنجان اهوة وسورت لكم المطبخ متل ما قلت لكم قبل ما بنام بترك المطبخ نضيف ومرتط لهيك لقط لكم جولة سريعة في مطبخي المتواضع جدا ان شاء الله ربنا دائما بيبدل وبيغير وبيعطينا من نعم وجميعا اهامين سويت فنجان الاهوة على السريع وقلت بطلع بشربه بالبالكون عن شد الطقس صار غير شكل طقس خريفي مميز بتحسوا انه الجو في شمس بس في حوايات هيك باردينة بينعشوا القلب لايك قلت بغير جو وبطلع بشرب فنجان الاهوة هيك بالبالكون بالهواء الطلق انجد لو عندكن حديقة او بلكون حلو كتير انه انتو تشربوا فنجان الاهوة فيها او حتى تاخدوش بتستمتعوا فيها بتحس انه انتو كسرتوا روتينكم اليوم هيك بيكون شي كتير حلو تبدو يوم كون طاقة ايجابية عالية شربت فنجان الاهوة هيك على صوت العصافير شي غير شكل كتبولي بالكومنتات شوفي والشغلات اللي بتعملوها لحتى تكسروا روتينكم اليومي ما تحسوا بملل وتستمتعوا بالروتين عن جد بتشكركم كتير على كل التعليقات الايجابية اللي عم تتركوا لي اياها بالفيديوهات الله يخليلي اياكن يا رب ويسعد قلبكن يا رب وما يحرمني منكن الله يجبر بخاطركن يا رب امين عن جد كتير كتير بفراح يا الله وبقول يلا لقوم نصور فيديو جديد طالما عم يعجبون الفيديو شكرا كتير كتير لدعمكم شكرا كتير كتير لكم كلكون زو يعني اصلا الفكرة من الروتين انه احنا نكسر الملل وانه احنا نزود الانتاج مو انه نحس انه عنا اعبائي كتير لازم نساوية لهيك لازم يكون عنا افكار كل يوم كيف نستمتع بيومنا بهدوء نستمتع بصوت موسيقى طبعا اول شي لازم نبدأ فيه هي العبادة طبعا قراءة القرآن هذا اهم شي هذا برا النقاش اصلا كمان اليوم العصفورة شاركتنا برأينا بالفيديو كسرت الروتينة وهو طلعت تاكل بسكوتة مكسرة كسترت الله البسكوتة وقعدت تستمتع تقبر قلبي شوفوا شو مستمتع على تستمتع بالبسكوتة يا الله شو حلوة يا جماعة اللي مو مشترك بالقناة عن جد اغلب المشاهدات على الفيديوهات بالقناة من ناس ما مشتركين اصلا بالقناة فضلا وليس امرا اذا ما مشتركين بالقناة من فضلكون اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكن كل جديد كان نقصني كم غراد هيك تلاعي تجيبتون قلت بغير جو هيكي وباخدكن جو للتسوق على السريع لحتى اكسرلكم كل الملل ما بتيخلي عندكن ابدا ابدا اي ملل ان شاء الله يا ربي امين مشعل فيها هالفيديوهات الفايدة الي وقلكن يا رب العالمين بحيث انه تنظيم الوقت هيكي من الشغلات اللي بتساعدنا انه نحقق النجاح بروتيننا اليومي دائما يعني مثلا ممكن نعمل جد وليل المهام اليومية والمهام الاسبوعية وكمان المهام الشهرية انه هذا بيسهل علينا كتير امور بشغلنا باليوم وممكن حتى انه نكتب يعني نكتب المهام اللي لازم نعملها بيومنا والمهام اللي لازم نعملها بالاسبوع والمهام اللي لازم نعملها بالشهر ان شاء الله بالفيديوهات الجاي رح نساوي هادا الشي هادا منظف للسجاد والكنبايات وهي الساعة البلاستيك جبتها لحتعلم بنتي الصغيرة على الوقت لانه لاحظت انه هي ما بتعرف تقول الساعة مضبوط لقيتها الساعة والله يا تمام تمام هاي مية مية هاي اللي بدي اياها وكما تصورت لكم بالفيديو كيف علمتها على الساعة وشبت لهم سكيتشاه ترسل شبت كم غرض هيك عسرين شوفوا شو كيوت انجت كتير حلوة بتمنى اذا وصلتوا لهم بالفيديو تدعموني وتحطوا لايك حلو كومنت حلو متلكم لحتى الفيديو تزيد المشاهدات فيكن يا رب ان شاء الله انجت كمان كتير ضروري انه احنا نخصص جزء باليوم هذا الجزء نبعد فيه تماما عن التكنولوجيا لا موبايل ولا تلفزيون هذا الجزء يكون في اليوم ممخصص لنا احنا بس اولئلنا واطفالنا وعيلتنا عن جد هذا كتير شيء صحي وكتير ضروري ومن فضلكم انتركوا لي رأيكم بالكمنتات وانتركوا لي كمان الشغليات اللي بتخلي يومكم يكون ايجابي الروتين يومكم يكون ايجابي لحتى كلاياتنا نستفيد ونتعلم من بعضنا ونتبادل هيك الافكار والاراء الله يخلي لي اياكم يا ربي امين عن جد بتشكركم كل الشكر على دعمكم اللي كتير كتير بتشكركم كلكن كلكن زوء من وين ما كنتوا بتتابعوني عن جد كلكن كلكن بتشكركم بعد ما خلصت جولة التسوق عملتلون غدا كتير سهل وكتير سريع شاركتكن الوصفة حتى الصبايا اللي صغار بقدروا يعملوها لو وصفة عشا كمان بتمشي حالة عن جد كتير طيبة همشي كمان اللي بيساعدنا بالترتيب وتنظيم امورنا وروتينة ان كل شيء كله مكان يعني كل غرض يكون له مكان هذا الشي بيخلي بيتنا دائما منظم ايه والله هاي الجريدة جايبت انا لحتى امسح فيها الازاز بس ان شاء الله رح اقراها واسفي على الثقافة رح اقراها قبل ما امسح فيها الازاز عملت له المكارونة سباكتتي سريعة مع السجوء بالخضار هنجد بيجنن بيجنن وصفة شهية ولزيزة واطيب من المطاعم رح تطلع معكم اطيب من المطاعم بس اتبعوا هالخطوات استهلة والبسيطة والسريعة كتير يلا نفرم سوا بفرمت بصلي اه فلفل الوان شو ما كان بتكون اخضر احمر اصفر كل شي بيمشي حاله متل ما شايفين فرمت البصل مكعبات متوسطة كل شي فرمته فرم متوسط توابلة هالوصفة كتير كتير شهية والله هنجد طعمه كتير كتير طيب وسريعة يعني وبيمشي حاله غدا عشاء وممكن افطار حتى هاي على كيلو ازا بدك تعملي نص كيلو اطبط مية واحدة بيمشي حاله انجد الطماطم بتعطيها نكهة وبتعطيها لون مميز وطوابلة ما فيش يا يعني ملح وفلفل اسواد وكمون وقزبرة يلا جحزنا السقوء وانا من مسافة ما قطعت الخضرة كنت حطه المي لا تغلي لا اسلقه فيها المكارونا زودت له زيت وبديت اعمال السقوء بيستول اثنين مع بعضن هيكي على السريع طاصة على النار شوية زيت بالترتيب اول شي مننزل بالسقوء ومنحمره اول ما يبتدي ياخد لون منضيف له البصلة ومنقلبه منيح لحتى ياخده لون دهبي اول ما تبتدي البصلة تاخد لون الدهبي نبتدي نضيف البهارات مثل ما قالت نكون ملح وفلفل اسواد وكمون وكزبرة معلقة من كل نوع بهار التو المكارونا فيكم تحضروه باي طريقة بتحبوه انا عملت المكارونا التقليدية بالسلسة كتير الصغار سبحان الله بيحبه اول ما يستبوه راح تلقوه تقطع معكم بسهولة يعني راح يتقطع باخر الوصفة السقوء راح يعني قطعت الوحدة تقريبا على ثلاثة ما بياخد وقت مسافة ما بتتسلق المكارونا بيكون خلص يعني هلأ اول ما بتداخد لون هاضف له البصل يلا خلص بالفيديوهات الجاي بنا نبتدي نعمل لوتينات منظمة يلا خلص بالفيديوهات الجاي بنا نبتدي نعمل لوتينات منظمة نجيب النوت بوك تبعنا ونكتب شو هي المهام اليومية اللي بدنا نعمله وكمان بدنا نجهز مهام اسبوعية ومهام شهرية لحتى نكملون ونحقق اكبر انجاز بدي تشاركوني يعني مو انه بس تتفرجوا على الفيديوهات لأ كمان انتو تعملوا نفس الشي ونتشارك كلا يدنا مع بعض انه احنا نعمل احسن روتين يومي ناجح دائما روتيننا اليومي يكون ناجح ويكون فيه هدف اهم شي الهدف هو انه احنا نهتم بعيلتنا باي مشكلة فيها اي حد من عيلتنا انه احنا نهتم فيها هذا الشي هو اهم شي مثل ما شايفين ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون معلقة منكم للنوع يعني مع طعمة السجوء بجد كتير كتير بتشحي وهلا انزلنا بالخضار كلا ياتون بنصير من قلبهم اللي يدبلوا عن جد ما بتاخد وقت يعني ازا انتم غطينا للتاسع بتاخد معكم عشر دقايق بالضبط ازا ما مغطينا هيكي متل ما انا حبيت صور لكم ياها هيكي بالبطيق وكل تفاصيلة اخدت معي تقريبا خمستعشر دقيقة المكارونا حميت زيت مع شوية زيت وقلبت البصلة لحتى حمرتها اول مثال لونة ذهبي حطت للسلطة ملح وفلفل اسود ما زودت شي تاني ممكن تحطولها ريحان وممكن تعملوها اشكال الوان كيف ما عملتوها طيبة بس انو عندي دبلة ريحانة او ناشفانة بترجع بتجدد يعني هي سبحان الله بتعيش ترجمة نانسي قنقر يا الله شو بدي اوصف لكم اوصف لكم الريحة ولا الالوان الحلوة يعني انتو الالوان شايفينها بس الريحة والطعمة يعني عنجات بتمنى من قلبي انو انتو تجربوها الوصف شوفوا ما اطيبة عنجات شكلها بيشهي القلب وهيكي بيكون جهزنا غدانا لليوم وما باقي علينا غير التقديم الله يا ربي دي ما علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا ربي امين اذا وصلتوا لهون معناتو الفيديو عن شبكن فمن فضلكون ما تبخلوا علي انو تعملوا لايك للفيديو وتسيبوا كومنت حلو شوفوا واو ولا اروع من هيك بشهي طعمتها خرافية خرافية تتبيلتها كتير كتير طيبة وبتحداكن انو اطيب من المطاعم اطيب من المطاعم بس بعدها لازم تحبسوا كوبايت شاي هذا شيء اساسي اساسي انو تتبيلتها بتكون حامية شوية فطيب كتير كتير الشاي بعدها يا عمري انا الله يقويكي يا حبيبتي هست عم تتعلم لسا تصغيرة حتى ريشة لسا ما كمل سبحان الله يعني ايه شبه ابوه تماما كم ساعة دلوقتي ساعة 10 الا رابع 12 الا رابع طب ولو عملنا كده هتبقى 12 ونص برافو كده وربع برافو كده 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 بس ساعة ناشاول والحاجة بالزبط شاول راب رابع شاولة بتكونوا استفدتم معنا وتعلمتوا على الساعة وبعد ما خلصنا تنظيف وترويق وترتيب هلأ صار وقت المشروب اللي اخر اليوم هيك المستمتع فيه بس عن جد انا بعد اليوم هيك حسيت اني جوعانة حطيت حتة من الفطير مع العصر هاي الميرامية انا كتير كتير بحبها بالشتاء خلاص هلأ من هذا الوقت وطالع بصير بشرب ميرامية ما بشرب نعناع عن جد كتير كتير مفيدة وصحية جدا وفيها عن جد كتير كتير فوائد الى كتير كتير فوائد اه فبنصحكم فيها يعني اسم مريامية او مرمية اه كتير كتير فايتة وكتير كتير طعم الطيب بالشتاء يعني بحس انه بنعناع بالصيف وهي طيبة كتير كتير بالشتاء وهيك فيديو اليوم بكون خلص بتمنى منكن تدعموا الفيديو بلايك واشتراك بحبكم كتير كتير بستناكم بفلوكي جديد باي باي